الآن رابعا إن لم يثبت عندكم أو عند بعضكم إن لم يثبت عندكم أو بعضكم يقينا سطحية تفكير الشيخ ابن تنمية وأسطورية وخرافية توحيده ووهم استدلالاته وجهله حتى في اللغة والعرف فضلا عن علم الحديث والكلام والفقه والأصول والمنطق والفلسفة فإننا نعمل على أن نسل إلى درجة اليقين عند جميع بعون الله تعالى ولا ننسى أن المصيبة المضحكة المبكية أن تيمية يدعي التوحيد وهذه هنا المشكلة ولا ما هي المشكلة مع ابن تيمية أصلا نتركه ولا نضيع الوقت معه لكن المشكلة هنا أن تيمية يدعي التوحيد ويكثر كل من مخالف توحيده التجسيمي ويبيح دمه وعرضه وماله وسأذكر شواهد روائية ليس فيها قيد النوم كما يدعي ابن تيمية وهي أقرب للغرض الذي أراد إثباته القاضي وهو رؤيا العين وأقرب للمعنى الذي أشار إليه القاضي حتى في كون القضية في إحدى رحلات الإسراء والمعراج وعلى الأقل كاحتمال ممكن فلا يتم ما اعترض به ابن تيمية على القاضي أبي علاء أليف قال القاضي أبو يعلى الحنبلي عن أبي عبيد بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن الصورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى قال صلى الله عليه وآله وسلم قلت لا أدري فوضع يده حتى وجدته فذكر كلمة ذهبت عني ثم قال تعالى ثم قال تعالى فيما يختصم الملأ الأعلى وذكر الخبر لاحظ هذا أين في سنن الخلال للخلال وفي أبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبو يعلى الحنبلي وأبن تيمية في مقام مناقشة القاضي واستشهاد القاضي بهذه الرواية وأيضا ذكر هذه الرواية الخلال في سننه باء الألباني في صحيح الجامعة الصغير قال عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني ربي أتاني الليلة أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن الصورة فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت صلى الله عليه وآله وسلم لا فوضع سبحانه وتعالى يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال وجدت بردها في نحري حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال تبارك وتعالى يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى فيما يختصم الملأ الأعلى قلت صلى الله عليه وآله وسلم نعم في الكفارات والدرجات إلى أن يقول قال تعالى صدقت يا محمد وقال تعالى يا محمد إذا صليت فقل اللهم أني أسألك إلى آخر رواية هذا أين في صحيح الجامعة الصغيرة للألباني في الجامعة الصغيرة للصيوطي وفي سنين الترمذي في تفسير القرآن سورة الصعد التفت جيدا إذن رواية في صحيح الجامعة الصغيرة للألباني يقول أتاني الليلة ربي لاحظ هذه حادثة تشبه أي حادثة تشبه الحادثة التي رواها القاضي والتي نفاها ابن تيمية ضد نفس الرواية لاحظ من هنا نقول نقول ما أتا به ابن تيمية لا نفضه نعم يوجد في المنام قد شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى بعد هذا صدق الله الرؤية فقال أتاني ربي تبارك وتعالى تصديقا اللوية التي رأاها ويكذب القاضي ويكذب غير القاضي ابن تيمية كما يشاء حرية وديمقراطية عند ابن تيمية فقط له الحرية والديمقراطية أما باقي الناس فتقطع رؤوسهم إذا اعترضوا على شيء